اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين خلوني اقرأ حب دفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن احمد عبد الفتاح لعب النادي او نجم النادي الاهل السابق كابتن كابتن الاسلام عمليك حمد لله كله تمام حمد لله قبل بس ما نتكلم في المباريات وكل هذه الامور الحقيقة خلنا نطلع نشوف تقرير مهم جدا عن ابو الاجياء لكابتن محمود الجهري الحقيقة في ذكرى ميلاده كابتن محمود واحد من المديرين الفنين الكبار الحقيقة اللي تولوا النادي الاهلي وتولوا اندية كثيرة جدا في مصر وخارج مصر ومنتخب مصر الحقيقة خلنا نطلع نشوف هذا التقرير عن النجم الكبير كابتن محمود الجهري ونرجع نكمل مع حضراتكم في ذكرى ميلاده الجنرال محمود الجهري صانع التاريخ الجهري يحمله لاعبه الأجبال على الأكتاب من حلم العبور حتى محطة المنديال بالرغم من أن جماهير كرة القدم المصرية عرفت الجنرال محمود نصير يوسف الجهري المعروف بمحمود الجهري بإنجازاته كمدرب إلا أن الكثيرين لا يعرفون أنه كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 فبعد أن أنهت الإصابة بقطع في الرباط الصليبي عام 1965 مسيرة الجهري مبكرا كلاعب بعد عشر سنوات فقط من بدايتها حقق خلالها ثماني بطولات بواقع ستة ألقاب للدور الممتاز وبطولتين لكأس مصر انشغل نجم الأهل الأسبق بعمله في القوات المسلحة حيث درس العلوم العسكرية التي زرعت فيه روح الانتماء والالتزام وأخلص للوطن حتى أصبح ضابطا برتبة مقدم وخرج من الخدمة عام 1976 وهو برتبة عميد في سلاح الإشارة مسيرته الدولية كانت مليئة بالأرقام التاريخية حيث حصل مع المنتخب الوطني على كأس الأمم الإفريقية عام 1959 وتوج هدافا للبطولة برصيد ثلاثة أهداف سجلها كلها في مرمى إثيوبيا في مباراة واحدة هاتريك كما أنه الوحيد الذي حقق لقب البطولة كلاعب ومدرب بعدما قاد الفراعين للقب البطولة في بوركينفاسو عام 98 بدأ الجهر حياته كلاعب في صفوف النادي الأهلي منذ عام 1955 وساهم في تحقيق البطولات للقلعة الحمراء والمنتخب الوطني ربما أثرت فترة مشاركة محمود الجهري في حرب العبور ودخوله مدرسة العسكرية المصرية في شخصيته وسلوكه كمدرب فكان يخطط ويعد لكل صغيرة وكبيرة قبل مواجهة خصومه ويشحن لاعبيه ويحفزهم ليعبر بهم ويسعد الجماهير المصرية التي وثقت به وهدفت باسمه في الشوارع والميادين خلفيته العسكرية الصارمة وملامحه الجادة بجانب انفعالاته كضابط بالجيش المصري زادت من أسهمه في التعامل النفسي مع اللاعبين جعلته منضبطا في عمله بشكل يصفه الكثيرون بالهستيري فكان حاد الذكاء ويدخم بشراها ويعمل لساعات طويلة دون تعب وعلى حد تعبير من عملوا معه مثل علاء نبيل مدرب منتخب الوطني السابق وفكر صالح مدرب حراس مرمى المنتخب السابقة أنه كان يعتبر المباريات مثل المعارك لذا وجب التخطيط وحساب كل شيء وبهذا كان غالبا ما ينجح ولولا أنها مستديرة لكان الأمر مستديمة بالفعل نجح جنرال الكرة المصرية في تقديم لاعبين يحملون قلبه ليحقق ما لم يحققه مدرب قبله ويعبر بالمنتخب الوطني لمنديال 90 في إيطاليا ولا يستطيع أي مصري عاصر يوم 17 من نوفمبر عام 1989 حيث استطاع المنتخب الوطني التأهل لنهائيات منديال 90 بإيطاليا بعد فوزه على الجزائر بهدف حسام حسن في لقاء تاريخي باستاذ القاهرة لا يستطيع أن يغفل صاحب العرس وصانع البهجة بعد صراع قصير مع المرض استمر ثلاثة أيام تعرض الجنرال محمود الجهري لجلطة دماغية أدت إلى نزيف حاد بالمخ يوم الخميس الموافقة 30 من أغسطس عام 2012 لينقل على إث ذلك إلى إحدى المستشفيات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان حيث أعلن الأطباء عن وفاته إكلينيكية وفي صباح يوم الاثنين الموافقة الثالث من سبتمبر عام 2012 توفي محمود الجهري عن عمر يناهز 74 عاما وأقيمت له جنازة عسكرية في الأردن شارك فيها الأمير علي بن الحسين ونقل إلى القاهرة في طائرة عسكرية وأقيمت له جنازة عسكرية مهيبة تقديرا له الله يرحمه كابتن جهري كان واحد من العظماء في التدريب يا كابتن أحمد أجيت طبعا طبعا حفر اسمه في الكرة المصرية طبعا ساعة ما أخذنا بطولة أفريقيا 98 وكاس عالم حاجات تاريخ كبير يعني يعني بتحس وطبعا هو اللي برضو صاحب فكرة الاحتراف في مصر سنة 90 طبعا كابتن جهري اسمه كبير طبعا في الكرة في النادي الأهل أولا وبعدين في كرة مصرية الله يرحمه نرحمه طيب خلينا بقى ننتقل إلى كرة القدم النهاردة ما تكلمناش كتير في كرة القدم الأهلي وأسوان بكرة ساعة 3 إلى ربع يعني خلاص أقل من 12 أقل من يعني 15-16 ساعة إن شاء الله وتبدأ هذه المباراة وبالتالي مباراة صعبة مباراة مهمة خصوصا بعد رجوع من كاس العالم الأندية وهزمتنا من الهلال فبالتالي المباراة دي وكل جمهور الأهلي ينتظر بصف كابتن اسلام قبل المباراة طبعا إحنا بنتكلم على حاجات كتيرة قلنا هتقبل النادي الأهلي الفترة الجاية يعني قبل ما نكون روح كاس العالم كنت مع حضرك في حلقة هنا وإن النادي الأهلي هيقبل ظروف هتقبله بعد كاس العالم هي دي هي دي هي نقطة عدد المباراة قبل كاس العالم بـ 3 أسبوع قلنا نتكلم إن بعد النادي الأهلي هيلعب عدد المباراة كتيرة جدا في وقت قليل جدا ورجعت على حتى ملحقتش سفرت على مبارات الهلال ودلوقتي خلاص مفيش حتى يومين ثلاثة وبتلعب اهو مباراة في أسوان مباراة صعبة جدا حتى كمان حصلك وحش انك بتلعب في توقيت انت مش بتعود عليه المباراتين جاي على الهلال توقيت ساعة ثلاثة كابتن الاسلام دي برضو كل مبارات النادي الاهلي مبلعبش في الطايم ده خالص فبردو اللعيم مش بتعود جاي من طقس المغرب درجة حرارة اتناشر وطلعتاشر وربعتاشر طالع على السودان مثلا حاجة وثلاثين وده برضو أسوان درجة حرارة رائبة من السودان برضو درجة حرارة عالية فدي عوامل كتيرة جدا عكس اه او ضد لعبة النادي الاهلي او ضد فرة النادي الاهلي بس هي دي دي طبيعة الفرق كبيرة اللازم تتعود على كل المشاكل وكل الحاجات دي مباراة صعبة أسوان عنده طموح كبير جدا عامل كابتن ايمن الرمادي من المدير الفانين اللي نجحه السنة دي واسمه تردد كتير جدا في الدورة المصر السنة دي فرقة أسوان معاه شكلها مختلف بتلعب بتاكتك فرقة منظمة جدا عنده مجموعة من اللاعبين عندهم طموح ان هم يحفوروا اسمين في الدورة المصر كل واحد بيعرض اسمه أسوان في ظل الامكانات المادية ضعيفة جدا بس برضو عاملين شكل كويس قوي في مركز ما تصدقش من أول الدور إن أسوان في مركز تاسع وتامن ودي برضو أسوان على طول كان في المواسم السابقة بإما بيصار على هبود وبينزل لكن السنة دي لا أسوان شكل مختلف نتائج على ملعبه مختلفة لأن طبيعة الملعب ودرجة الحرارة وطبيعة المباراة نفسها فأسوان مختلفة وهو ده اللي بنجح أسوان معظم نتائجه تلاقيه بيكسب على ملعبه على طول النتائجة عادل برة يخسر لكن على ملعبه حتى كمان كسب الزمالك كسب فرق كبيرة جدا على ملعبه فالمباراة بكرة صعبة جدا بالنسبة لنا لإحنا برضو جايين من 3 أيام مباراة للهلال مباراة صعبة جدا مشاكل كتير جدا فيها أقاول كتير جدا فيها لكن إن شاء الله نادي الأهلي قفل صفحة الهلال وإن شاء الله مباراة أسوان بكرة نقول لعبة نادي الأهلي تصالح جمهورة اللي هو زعل بعد مباراة الهلال لأنه أنت عارف نادي الأهلي برضو لبقى أنه 3 مباراة مبنكسبش صحيح فدي برضو يعني إيه أكيد لعبة زعلانة وأكيد الجهاز طبعا كله زعلان والجماهير نادي الأهلي زعلان فإن شاء الله لعبة نادي الأهلي بكرة صالح جماهر ان شاء الله مباراة بكرة بها العديد من الصعوبات توقيت الإصابات الكتيرة اللي جاي بها من النادي الأهلي الإجهاد طبيعة الملعب نفسه وقت المباراة حاجات كتيرة جدا هل دي هتؤثر بشكل سلبي أكيد هتأثر أكيد زي ما أثرت في ملعب الهلال ملعب الهلال طبيعته ملعب صعب جدا درجة حرارة رطوبة عالية جدا كنت رسا أقول لك كابتن سامة من المسلمين كنت أنا مدرب لنادي الهلال مع كابتن حمد صدقي الطبيعة هناك صعبة جدا الملعب حتى مسمينه المكبرة لأن لأي فرقة بتروح هناك بتبقى الأمور بالنسبة له صعبة جدا في اللعبة الملعب أردت الملعب نفسها صعبة جدا كابتن سامة وإحنا بتتمرن فعلا العبها هم متعودين عليها أردت الملعب صعبة جدا كان محتاجة وقت طويل إنها تاخد على الملعب ده أسوان برضو كذلك أنت بتلعب في نفس الطايم أنت موسم من ساعة بداية الموسم وإنت معظم مباراتك بتلعب إما الساعة سبعة إما الساعة اتناشر الساعة تسعة لكن عمرك ملعبت الساعة ثلاثة دي فأكيد ده ملعب أسوان يعني ده ملعب أسوان أريم من ملعب التمرين بتاع النادي الأهلي لكن هي درجة الحرارة الرطوبة هتوب عالية الجاي من مباراة صعبة وإجهاد مباراة هلال أحسن من أنت تلعب في الصيف برضو يا كابتن بنيو أكيد طبعا لما تصل في شهر أربعة أو شهر خمسة طبعا الموضوع صعب جدا بس برضو درجة الحرارة عالية برضو كابتن الساعة بس أحسن من الصيف أكيد أنا شخصيا لما كنت روح ألعب أسوان أحب ألعب أسوان في شهر واحد اتنين تلاتة أكيد قبل ما تخش بقى الأربعة أو خمسة بقى خمتش مثلا نهاية الدوري الموضوع صعبة جدا هم طبعا متعودين يتمرنوا في نفس الطايم ده فأتمنى إن شاء الله نادي الأهلي تتغلب على كل الأمور دي إنت عندك خلاص بقى إحنا أفلنا صفحة البطولة أفريقيا عندنا دوري اللي احنا بنفكر فيه دلوقتي جميل النادي الأهلي بتفكر في الدوري اللي احنا بعد عندنا بقاله سنتين مفيش قدامنا غير إن شاء الله الفوز بالدوري السنة دي فاللعيبة عارفة كده كويس وأكيد كابتن سيد عبد حفيز قعد مع اللعيبة وقدر خلال يومين تلاتة دولاي يرجع تركيزهم تاني واللي هو من عندنا بطولة مهمة إن شاء الله نركز فيها ومباراة مهمة جدا هتمنى إن شاء الله لنادي الأهلي قد المباراة كيف ترى المواجهة ما بين كولر وأيمن الرمادي أيمن شاطر كابتن أيمن الرمادي شاطر رجل سي بي بتاعه حتى في الإمارات لما تابعه كابتن إسلام ما شاء الله أولا خليط من العلم والتاكتك يعني هو دارس وعمل دراسات كويسة جدا شغله في الملعب جاي مجموعة مش هقوله هو اللي جاي من المجموعة اللعيبة وجيه لا اللعيبة دي كابتن ربي عسين هو وهي سمع عربي هما اللي كونوا الفرقة دي لكن هو جاي مسك الفرقة لكن قابل بعض المشاكل اللي هو كان نفسه في تدعمات أفضل من كده لكن هو معرفش طبعا أسوان طبيعة الإمكانات المادية ضعيفة عندهم لكن رجل قدر يشتغل بالقمشة اللي معاه قدر يدعم بمجموعة من اللعبية في ينار لسه مش في نهومش لأنه طبعا ده تاني موتش دي في الدور التاني اللي هو لعب أول مباراة مع الاتحاد وخسر لكن هو عنده مجموعة من اللعبة مميزة جدا عنده فرود مثلا كاموني ده فرود كويس جدا عنده رفاقيل في نص الملعب ديفندر لعب كرة كويس جدا لسه كنت حروح لك أهم نقاط القوة بقى في فريق أسوان ونقاط الضعفة بقى أكيد فهو عنده مجموعة من اللعبة خبرات برضو زي أحمد حمودي كان لعب في النادي الأهلي عنده حمد حمد الزاكي برضو باللعبة اللي عامل موسم استنادي جيد جدا ففرد أسوان لا عندهم مجموعة من اللعبة اللي عندهم خبرات في الدورة الممتاز عايزين يعملوا حاجة حلم طبعا معهم جماهير قوية جدا شفت مباراة الزمالك مباراة اللي قبل كده إزاي بيدعموا الفرقة وإزاي وراها وإزاي بيشجعوها فدي هتبعوا مباراة بالنسبة لنا إن شاء الله بس أنت عارف أنا عارف أن الجمهور الأسوان وجمهور الصعيد معظمهم أهلوية فهتلاقي إن شاء الله المباراة بكرة إن شاء الله فيها آه آه فيها كل واحد عنده آه دافع إن هو يكسب لكن هتلاقي إن شاء الله المباراة وإزاي بإذن الله بين الجانبين كابتن أحمد يعني وإحنا عادينا بالفارقة بصين على مجموعة اللعبين اللي موجودين القندوسي هل تفتكر إن هو قد يكون له دور في هذه المباراة بما إنه لسه قد لسه جاي بقصة كابتن أحمد كولر برضو هو هو اللي في المطبخ وهو اللي عارف آه القندوسي يدخله امتهالي أي لعيب جديد بيبدأ يدخله شوية بشوية آه يعني ممكن يفكر أودله ماتشرفات جزء ممكن ممكن وارد في ظل إن هو دلوقتي اللعبة المجهدة في ظل الإصابات إن هو بقاش عنده حل غير إن هو يلعب زي ما حصل مثلا في مرات الزمالك مكانش عندنا حل لإنا خارد عبد الفتاح في الملعب صحيح وارد جدا إنك تلاقي لعيبة مكنتش تتوقع ناديه ما موجودة لكن إحنا عارفين اللعبة النادي الأهلي أي حد متواجد وده بلنا في مرات الأهلي والزمالك أي حد متواجد مركز هي ما فيش فرق بينه من اللعب اللي هو اللعب أبل كده الأساسي شوفنا كهرباء لما لعب ما فيش فرق بينه من محمد شريف أي حد بلعب أفشا بلعب أي حد حسين الشحات طهر محمد طهر أي حد بلعب ما فيش غفرق خالص إذا كان محمد هاني خلال عبد الفتاح لو بتكلف المساكين إذا كان بتكلم محمد عبد المنعم بتكلم متولي يسر إبراهيم رامي ربيعة أي حد بلعب وأنا أتمنى إن شاء الله يحصل بقى الروتيشن للفترة الجاية لأن فعلا اللعيبة فيه لعيبة تبدأ تحس منها بالإجهاد أتمنى الروتيشن ده يظهر وإن شاء الله أنا من وجهة ناظر أنا مثلا كله ما يقلقش يدي فرصة للناس اللي هي ملعبتش وإن شاء الله هيقدم مبركه بإذن الله كابتن أحمد برضو يعني بعد بيع أو رحيل المغربي أحمد بالحاج إلى نادي الزمالك العيم مميز طبعا نعم العيم مميز جدا هل تعتقد أن الأسوان فقط جزء من الناحية الهجومية بس أنا تفرجت عليهم مبارة الاتحاد الأخير أكيد طبعا أكيد لعيب مميز بيعرف همزة الوصل بيعرف يوصل الكورة المهاجمين حتى كمان هو في الكورة السابت مميز جدا لعيب جيد بس فرق أسوان ما تعتمدش على اللعيب اللي هو الواحد لأ هم فرقة بتشتغل كتلة بتشتغل على عدة مواهب على عدة بيشتغلوا دفاعيا وهجوميا لكن هو فعلا لعيب مميز هيأثر معهم أكيد وانتقالوا نادي الزمالك أكيد دي صفقة طبعا هتفيد نادي الزمالك لعيب مميز فعلا فبكرة فعلا لا هيأثر معهم إن شاء الله طيب كابتن أيمن الرمادي من وجهة نظرك كيف طور أداء أسوان من الناحية الهجومية ومن الناحية الدفاعية بص لا هو كابتن أيمن اشتغل معهم اشتغل على أداء كل واحد الفرقة عارف يطلع من كل واحد ده المدير فني الشاطر عارف يطلع من كل المدير فني من كل اللعب فيهم أحسن ما عندهم حتى تلاقي كابتن حمدي زكي من الناس اللي جايب أجوان كتير جدا في الدور السنادي صحيح وحمدي كان بقاله فترة بيبقى في المقاولين سموحة بالظبط رأس وان نجح فده نجح للمدير الفني اللي هو بيقدر يطلع علي فتح مثلا الباك الشمال من اللعبة كان مميزة جدا علي فتح من المقاولين من خمس ست مواسم برضو علي قاعد فترة مصاب السنادي عمل كل المواتشات بتفرج عليه مقادي مباراة جيدة جدا عمرو حسام حارس المرمى عمرو حسام كان معاي في بتروجيت من خمس مواسم كان الحارس التالت بعدين تقل الانبيو وبقاش يلعب بدأ يلعب السنادي وعمل مباراة جيدة جدا اسلام المساج بتاع المصري من اللعبة كوسة جدا برضو فبصراحة كمان غير كده اللعبة الأفارقة عنده اتنين أفارقة أنا شيفهم على مستوى علي جدا إذا كان رفايل في نص الملعب لعيب كورة جيدة جدا في الاستلام والتسليم عند رؤية كويسة جدا حتى كمان بيدفع كويس قوي كان مونيل فرود مهاجم مزعج بتحرك في كل كورة بيشتغل مع كل كورة بحس ان هو كمونيل ده يعني ايه واخد أسوان مرحلة عشان السنة الجاي يبدأ لأن دي تتكلم عليه برؤية كويسة طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن آخر الساعدات للنادي الآلية والأهلية بيختات استعداداته لهذه المباراة الهامة ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى طيب دي كانت آخر استعدادات النادي الآلية لهذه المباراة الهامة جدا من وجهة نظرك كيف يبدأ بكرة كولر هذه المباراة في ظل انه نرجع واجهد وتلحم مباراة وكذا ومن هزيمة وبنفسه انت عايز اكسب هلا هبدأ ضاقط ولا عندي اجهد فاستنى شوية كيف يفكر لازم يفكر في نقطة الروتيشن مع اللعيبة لازم يدي مجموعة من اللعيبة ممكنش بتلعب وانا شاف انه مفيش فرق كبير يعني يعني خالد لو لعب باكي مين حمود تولي مكنش بيلعب لمباراة الهلال ممكن يلعب ازا كان رامي محمد أشرف ناحية الشمال طبعا من نص الملعب انت معندكش عدد في التغيير كتير ازا كان حمدي فتحي وديانج معندكش حلول ان عمر السلية مصاب عندك بقى وفرة في الحتة اللي قدام عندك قهرباء عندك شادي عندك معجموعة من العيب اي طهر محمد طهر حسين الشحات اي حد لو لعب انا شاف انها هيبه احسن من اي حد بمجهد اه فانا شاف حضرك شاف ان اي حد مجهد يستريح يستريح لان انا المبارات كتيرة جت بالضبط وانا شاف ان المبارات دي محتاجة حد يكون فرش لان درجة الحرارة فالشكل المبارات هيبه فيه مفوش برضو مش طرف النادي الاهلي مش بابه مسيطر على بكورة سهل الملعب برضو بيات الملعب ازاي مثلا استود القاهرة اللي هو اللي عبت النادي الاهلي بتعاود عليه فمحتاج روح شوية محتاج قلب محتاج عزيمة للمكسف المبارات وبه صعب طيب يعني احنا اذا كنا بنتكلم عن بعض اللاعبين المجهدين فانت عندك واحد زي علي معلول يعني هل يبدأ بمحمد اشرف ليه ما يبدأش ياخد ومعه معلول برا يعني عادي جدا ليه ما يفكرش برضو اللاعب اللي احنا فيه علامة استفاهم مش موجود خالص الفترة ايمن اشرف ليه ايمن ملعبش ايمن ملعبش ايمن بعيد بقى له فترة اتمنى ان هو برضو مثل الكرة ما شافوش يعني انت حالك ان الفترة اللي جاية دي يشوف بقى كل الناس في الظل تلاحهم المباريات وانت عندك الجرأة دي وحصلت لما لعبت اللعبة في مباراة قمة مباراة زمالك ولعبت الناس كانوا على قد المستوى وقد المباراة جدا جدا ففيش خوف ففيش قلق فممكن تدي فرصة للعيب يكون مرتاح احسن من اللعبة حتى كمان عشان ما حصلتش اصاباتك خالد عب فتاح هلو دور مع الفرقة بقى خلال يعني هو ما لعبش مباراة الهلال هل ممكن يبقى ليه دور في مباراة اسوان بص خالد من اللعبة اللي ممكن تستعين بيه كزا حتة في الملعب حتى كمان هو في بعض المبارات لعب باك شمال مش باك رايت هو مكانه باك رايت ولعب في جارة مباراة في قمة مرة باك رايت باك رايت بالزبط كان فانت لو لعبته فيها حتة هيقدي هيقدي بس هو بيشتغل كويس في ايه هو ممكن يقدي في اي مكان لكن هو بيشتغل في باك يمين والمساك وفعلا ادى مباراة على الاعلى مستوى برد الزمال كمساك دي انا مكنتش حتى انا مرنته في السموح مكنتش عارف ان هو بالمهارة دي في ان هو بيشتغل بحيط المساك دي فهو لكن انت ما عندكش مشكلة في المساك لانه عندك مجموعة من اللعبة في المساكين كتير جدا لكن عندك عدد قليل محمد هاني وهو في الباك رايت فأتمنى ان هو حتى لو محمد هاني مثلا حارس حارس المرمى مثلا لو الشناوي بس انا الشناوي لازم نعمل المباراة دي لازم لازم تديره الثقة ان انت لأ انت حارس النادي الاهل الاول مش عشان خطأ حصل انت شلتنا في مباراة كتيرة جدا وعايز اتكلم على الكرة تاعت كابتل الشناوي في الهدف دي ممكن يكون فيه مدربين كتير حللوا الكرة دي وحتى لو بصينا هتلاقي الشناوي كابتل اسلام الشمس الشمس كانت عاملت كزا والضلة كانت باينة وهو عامل ايدي كده كان لازم ايديه تفضل لأكتر فترة ويشوف الكرة قابل الكرة كان هو اول ما الكرة تلعبت شل ايديه فما شافش حاجة تانية اكيد الجندة بلع عليك الكلام اللي حاجة بتقوله ده مهمة جدا ليه لانه الكلام ده فني بزبط يعني محدش هياخد باله من اول لا اول محدش خد باله خالص لا غير اللعب كرة يعني انا ممكن تبقى الكرة جاية كده وسهلة جدا وجهة اللاحب الدماغي مرة واحدة بص في الشمس مش هتشوف هبص في الشمس مش هشوف يعني انا فيه لمبة فوقي سعب بتحصل في الستاد في الدولاندس انا بصت في اللامبة جدا مش هتشوف لا هو كمان حصل بقى ان الجنع جيه في الشوت التاني هو اكيد سخن الشوت الاولاني في الجنب التاني لما فوش الشمس الشمس ما كانتش في الاتجاه ده صحيح فهو لما اشتغل في الحتة دي والشمس طلقت في الحتة دي في الوقت ده والكرة يعني ما هو التوفيه بقى بيحصل في الحتة زي دي وحتى كمان نلعب يلعب في الشكل ده في الجنب وخطأ وكل حاجة والكرة سهلة بالزبط كده يعني اكيد في حاجة خلت الشنوية بالزبط لا باينة جدا لان الكرة هو اتعامل معها بشكل غريب تحس انه انه الكرة كان دياله مرة واحدة ما شافهاش اكيد لان الكرة يعني قدامه قريبة فلا الشنوية لازم بالمورا دي بتاعته لان نازم تعامل معه نفسيا ده حرس مرة مع نادي الاهل الاول صحيح وياما شالنا في حاجات كتير جدا وعادي جدا الاخطاء دي عادية جدا فاتمنى نكون وجوده بكرة ان شاء الله ويعمل المبركة ويسا يا رب ان شاء الله هنكمل كلامنا مع كابتين احمد ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين كابتين احمد خلينا نتكلم بقى عن الدوري العام المصري حتى الان لم يظهر اي شيء في الدوري العام يعني باستثناء ان النادي الاهلي دلوقتي فاضله ثلاث مباريات لسه مؤجلة ودي حنشوفها خلال الفترة اللي جاية لو كسبهم يعني حتبقى الامور صعبة شوية يعني واضحة شوية لكن في النهاية لم تنتهي على جانب الاخر وسط الجدول برضو فيه كلام كتير جدا والصراع على الهبوط اعتقد فيه كلام كبير جدا هو الاصعب السنة دي الهبوط هو كل سنة اه فعلا تكلم على ست سبع فرق الصراع بينهم بونت واثنين بونت وانديها لها باع طويل جدا في الدوري زي الاسماعيلي مثلا لو بتتكلم مثلا في الدوري مثلا في الاول الفرق اللي بتنافس هتكلم زي الاربع فرق اللي بقالنا مثلا سنتين ثلاثة هم اللي بدوا بنفسوا على الاربع مراكز اللي ونكد الاهلي فيوتشور بيراميدز الزمالك الصراع بقى قوي جدا فيوتشور انه بقدر يتمسك على اكتر وقت ممكن انه هو في المنافسة لكن في ظل بقى ان فيوتشور وبييراميدز هيبدأوا يلعبه في بطولة افريقيا كان الاول يلعب في الدوري هيستحمله هل عندهم السكواد اللي يقدر يدخل مباراة الدور بيرجع بيلعب عد ياب 3 ايام هل هيقدر نتائجه زي بيشتغل الدوري بس نادي الزمالك برضو داخل في بطولة افريقيا المباراة بدأت تشتغل هي برضو بدأ اول مباراة المباراة كان عندهم مباراة النهاردة وتأجلت السراميكا لكن الصراع يبقى قوي جدا جدا على الاربع المركز لكن هما الاربع دولة انا شاف ان ما لهمش منافسة السنة دي على الاربع يعني مثلا كنا قلنا ممكن المصري ممكن الاتحاد الاتحاد دخل هون نهاردة بعد فوزه بالضبط اه بالضبط الداخلية 2 واحد تصل لنقطة 33 بالضبط قرب شوية فتلاقي المنافسة قوي جدا على الاول مركز الاربع ده الاول 37 يعني الاتحاد 33 اه بالضبط فدخل بدأ يخش الاتحاد بعده الاتحاد تالت مباراة سبعة للتوالي اي فرقة بتكسب ومتشين تلاتة تليس داخل في حتة كويسة بتتكلم بقى على نص الجدول بقى هتلاقي اه سيراميكا المصري اسوان في البردو لكن بقى تخلم بقى في ست سبعة فرقة من تحت سكان امبي حرص الحدود الاسماعيلي الجيش الدخلية اه البنك الاهلي السيراميكا السيراميكا كسب المباراة اللي فاتت بدأ شوية فصعب جدا الصراع صعب جدا 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 البنك الاهلي بنسبه لك مفاجأة طبعا في ظل السكوات اللي عنده مجموعة من اللعيب ومجموعة كويسة جدا لكن ما تعرفش ايه ما تفهمش خالد جالد كان تشغل معهم كويس قوي من موسم اللي فات غير جاب كابتن حلمه طولان طبعا اسم كبير ما الحقش اللعيبة متعودين على اسلوب معين مع كابتن خالد حتى الكلام اللي تقال من كابتن حلمي في حوار لي انه هو اللعيبة كانت متعودة على اسلوب معين هو كابتن حلمي صعب شوية في التعامل اللعيبة ما قدرتش فالنتيج برضو تهزد بدأوا يغيروا حتى تغيروا الجهاز الاداري كابتن كريم حسن شحاته وجابه فاسيليو انا انا يعني من وجهة نظري اختيار فاسيليو في الوقت ده صعب يعني كان متالي الاحسن مدرب مصري بالضبط لانه عارف الاجواء وعارف الصراع البنت والهبوط وهيفر معه قوي لكن فاسيليو ما احترامي ليه عمل نتاك في المحلة كويسة ومدرب اجنبي واشتغل بكده مع دجلة ونتاك كتوحشة جدا على فكرة وفرقة نزلت فبالنسبة له عادي جدا فكان الافضل نجيبه مدرب مصري حتى مدرب مصري عارف اللعيبة دي شاف الدور المصري وعارف مستوى اللعيبة دي لكن فاسيليو برضو ده نجي على مطش المحلة والبنك الالي وقعدوا مع بعضه وقالك ده ما يقعدش بالضبط لانه هو كلم كلم جهاز الفني كان بيتمرنه هما يلعبوا المحلة وجابهم حتى كمان هو على فكرة برضو هو كان في المحلة وكان فيه تفاوض وكان يروح المصري وكان مطش مرضى المحلة والمصري كان حاجة ما هو كانش راضي في وضعه في المحلة لان المرتب بالنسبة له كانش عاجب مثلا هو كان يعني ايه عايز يشتغل وعايز يعمل اسم عشان يبدأ يروح حتة تاني بالضبط جدا لكن البنك الاهلي في وضعه صعب جدا في ظل اللعبة اللي موجودة معاه عاجبني ايه حرص الحدد السندي مع احمد ايوب بصراحة احمد بيشتغل في الظروف صعبة جدا ان هو عامل النتاج دي مع فرق بشكل احمد على طول معاه بيكلمني وانا عارف ظروف الفرقة وامكنات الفرقة لكن بصراحة اعمل مرات جديدة جدا اللي متفاركت على فرقة الحرص الحدود عمليه مرات جدا 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 اصبح لو مشاكل بعد اول اربع خمسة بالضبط فاتمنى ان هو يقدر مع الفرقة دي طبعا الكرة في مصر امكانيات وماديات اتمنى في ظل الامكانات اللي هو دي يقدر يخلي الحرص الحدود دي يستمر في الدول الممتاز احمد حسام عميدو برضو عامل حالة وروح في الجمهور مع الجمهور الاسماعيلية وبس وضع الاسماعيل صعب جدا جدا حتى كمان في يناير مقدرش يجيب لعيبة فهو كان محتاج يجيب لعيبة بس الظروف تغيير مجلس دارة الاستقال وجاب لجنة بالدير النادي داخلية انا رضا عاملين مطش كويس قوي مع الاتحاد ساكن دارة الداخلية عنده مجموعة أفارك لعبة كويسة جدا رضا شحات الحياة بيعرف يختار كويس قبل ما يمشي مرضو رضا مشي في وقت صعب قوي وفي وقت غريب جدا المجمل رضا عامل شكل كويس جدا عامل فرق كويسة جدا المورات اللي بيشتغلها كمان بيشتغل كويس جدا بس انت عارف داخلية لا طبع معين مع كابتن علاء عبدالعال كابتن علاء عبدالعال صابت أصلا هو في الداخلية فدينة وجهة النظر قريبة علاقته بالناس كويسة وهو حافظ الدنيا هناك فهم جابوا الدنيا بس لكن لا يقلل من رضا شحاته رضا بصراحة عامل كمان رضا الظلم برضو مسلم اللي فاته كابتن اسلام مع الجونة كمان عامل أداء برضو حلوة جدا ومشوه برضو في وقت لكن رضا من الناس اللي هتمنى لهم الفترة جايبوا في حتة كويسة ان شاء الله ان شاء الله الدوري يستمر بهذا الشكل الرائع وان شاء الله بكرا الأهل يستطيع أن يفوز على أسوان في مباراة اعتقد ان هي مباراة العودة ومباراة صعبة جدا شكرا جدا ركبتن أحمد على وجودك معنا شكرا جزيلا ودايما بتشرفنا شكرا جزيلا للنجم أحمد عبدالفتاح هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الأساتذة الكبار الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري في ضيافة البيت الكبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر